موسيقى قلق لم تخفيه بعض الأقليات العراقية من مرحلة ما بعد إنهاء المهام القتالية الأمريكية في العراق ومخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة أودت بحياة عدد منهم وتهجير آلاف آخرين الأيزيديون أعربوا عن خشيتهم من تكرار سيناريو عام 2014 عندما سيطر داعش على مدن وأقضية في محافظة نينواء ومنها قضاء سنجار موطن الطائفة الأيزيدية فحل بهم الدمار فقتل الرجال وسوبية النساء وأحرقت المنازل وما فيها ولا تزال الألاف من العوائل الأيزيدية تعيش في مخيمات النزوح وعينهم على نشارات الأخبار بانتظار اكتشاف مقابر جديدة تحوي رفاة أبنائهم ليدفنوا بسلام المسيحيون في نينواء لم يكنوا ببعيدين عن معاناة الأيزيدين فهجروا واستحلت منازلهم وعقاراتهم ومحلاتهم بعد دخول داعش الموصل حيث تجر فيها واحدة من أقدم كنائس العراق والعالم ما قبل عام 2014 كان أبناء المكون المسيحي حطبا لحرب طائفية سياسية عصفت بالعراق سنوات عدة لا تزال تركتها الثقيلة شاخصة في أعينهم في المهجر وحسرتهم على عقارات سلبت وثروات نهبت بالغصب والتحايل أما الأقليات الأخرى من أبناء الصابئة المندائيين والكرد الفيليين وغيرهم الكثير فلم يخفوا قلقهم من عودة موجات الهجرة إلى خارج العراق رغم التطمينات الحكومية المتكررة بضمان حقوقهم وتأمين عيشهم وكل المكونات الأخرى ينضم لنا في الجزء الأول من حلقة اليوم رئيس السابق لسلطة الاعتلاف المؤقتة في العراق السفير بول بريمر سعد السفير أهلا بك معنا في برنامج بالعراقي سعد السفير بعد 18 عاما على إطلاق مشروع الديمقراطية في العراق الذي كنتم أحد قادته كيف ترى نتائج الديمقراطية في عراق اليوم أولا شكرا لاستضافة مجددا عندما ننظر إلى الوضع علينا أن نركز على المصالح الأمريكية في المنطقة وسأتكلم عن الديمقراطية أيضا ولكن التحدي الكبير هو أن نظهر أن الانسحاب المخزي من أفغانستان ليس النموذج الأمريكي للمنطقة في المنطقة أمريكا لا بد أن تبقى منخريطة لماذا؟ لأنه لدينا مصالح ثلاث في المنطقة أولا كما هو شأن الحكومة العراقية لا زال علينا أن نحارب داعش داعش ما زال موجودا هنا وفي المنطقة وفي أفغانستان وثانيا لأمريكا مصلحة في موازنة الجهود الإيرانية بالسيطرة على المنطقة وزيادة نفوذها في المنطقة وثالثا وأتي الآن إلى سؤالك من المهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أن تستمر الديمقراطية ناجحة في العراق لأنه قليل ما نراها في المنطقة العراقيون اختاروا حكامهم والآن شهدنا الانتقال السلمي للسلطة للمرة السادسة في العراق ولا أعتقد أن هناك دولة أخرى في المنطقة توازي العراق في هذا المستوى أما فيما يتعلق بالمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة لدينا أيضا مصلحة عزمة في مساعدة العراقيين في الاستمرار في مسارهم الديمقراطي للحوكمة سعد السفير بالأمس كان لدينا لقاء مع السفير الأمريكي الأسبق في العراق سيد راين كروكر وقال بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يهدد ويهد الديمقراطية هو عدم مشاركة الناس في التجربة الديمقراطية وهذا هو الخطر الأكبر خاصة مع عدم مشاركة كثير من العراقيين في الانتخابات الأخيرة كيف تعلق أنا أحترم السفير كروكر وعملت معه لفترة طويلة في العامين 2003 و2004 وأستصوب رأيه ما هو محبط فيما يتعلق بالانتخابات الأخيرة في العراق هو أن نسبة المشاركة تراجعت لو عدنا إلى أول انتخابات حرة في العراق في كانون الثاني يناير من العام 2005 نسبة المشاركة وصلت إلى 70 أو 80% لا أذكر وهذا يعني نسبة مرتفعة جدا من المواطنين شاركوا في الانتخابات وصوتوا وفي العراق بدون شك مشكلة فساد وذلك أيضا كان الواقع مع ديكتاتورية صدام حسين الفساد مشكلة مستشرة في العراق منذ عقود وبالنظر إلى ما رأيناه في طرقات بغداد والموصل والبصرة هناك عدم ردة حيال الفساد من قبل المواطنين وعدم الردة هذا المتعلق بالفساد وبعدم قدرة الحكومة بسيطرة على الفساد هذا ما أدى إلى نسبة المشاركة الضئيلة وهو أمر مقلق كما قال السفير كروك عملت ساعة السفير مع السياسيين العراقيين في بغداد في أولى خطوات العملية السياسية والعملية الديمقراطية كيف تصف علاقة السياسيين العراقيين ببعضهم حينها وكيف تستذكرهم اليوم السياسيون في العراق شأنهم شأن كل السياسيين في العالم لديهم صبل وطرق وأراء خاصة بهم فيما يتعلق بمستقبل البلاد وإنقاذ البلاد وفي سنوات السمانية عشر الماضية حاولوا حل المشاكل عبر الانتخابات وعبر الحكم أو طريقة الحكم والكثير من المسؤولين في العراق كانوا قد عاشوا في الخارج مع ديكتاتورية صدام حسين في التسعينات أو السمانينات من القرن الماضي وبالتالي كثيرون لم يعرفوا تماما ما هو موقف العراقيين وما هو الوضع في العراق فكان هناك اختلاف في الآراء بين الكثير من أساس العراقيين الذين عملتوا معهم في حينه ولكننا تمكننا من استعمال مجلس الحكم كما كان يسمى للوصول إلى حد أدنى من التنصيق بين أساس العراقيين ورغم نسبة المشاركة في الانتخابات فالعراقيون تمكنوا من اختيار حكامهم في هذه الانتخابات السادسة عملت الولايات المتحدة عبركم في العراق ساعة التسفير على التأكيد على تمثيل الأقليات والدينية والعرقية وأن يشارك الجميع في العملية السياسية اليوم ممثلوا بعض المكونات الدينية والأقليات أبدوا قلقهم للنتائج التي قد تتبع إنهاء المهام القتالية الأمريكية وتحويلها وتغييرها إلى مهام استشارية تدريبية كيف تقرؤون هذا القلق؟ طبعاً يمكنني أن أفهم القلق ولكن إنهاء المهام القتالية الأمريكية لا يعني أن أمريكا تغادر العراق أعتقد أنه سيبقى لنا دوراً مهماً كما كان في السابق في مواجهة الإرهاب بدعم القوات العراقية الخاصة والجيش العراقي عبر التدريب وعبر الدعم الاستخباراتي لدينا قدرات استخباراتية جيدة نتشاطرها مع العراقيين فمجدداً لا بد أن نبقى منخرطين في المنطقة وأن نبقى منخرطين في العراق وهذا يعني دعم الحكومة العراقية في جهودها لمواجهة مشكلة الفساد وطبعاً لمواجهة النفوذ الإيراني والدور الإيراني وكذلك الإرهاب من خلال تقييمكم ما هي أكبر التحديات التي قد تواجهها أو بالفعل تواجهها الأقليات الدينية والعرقية في العراق اليوم الأمر يعتمد على الأقلية هناك أقليات كبيرة كالأكراد وهناك أقليات صغيرة كالأيزيديين والمسيحيين أو اليهود وطبعاً ليس هناك من جواب واحد ينسحب عليها كلها لعلي أسأل عن الأقليات الدينية ساعدت السفير عندما كنا في العراق السفير كروكر وأنا وثلاثة ألاف كانوا يعملون ضمن سلطات الاتلاف حاولنا أن نقول إنه في دولة ديمقراطية حرة حرية العبادة تعتبر أساسية خاصة بالنظر إلى تاريخ منطقة ما بين النهرين والمنطقة بشكل عام تكلمنا عن أقدم الكنائس في العالم التي دمرها داعش في الموصل ونحن شجعنا ونشجع الحكومة العراقية وطبعاً سفرتنا تفعل ذلك نشجعها لاحترام حقوق الأقليات والأقليات عليها أن تتنظم أيضاً لتؤثر على الحكومة ساعدت السفير هناك من كتب في إحدى الصحف الأمريكية مقالة وهي قديمة لكنها يمكن أن نسأل عنها حتى اليوم أن الدمج ما بين حرية التعبير وحرية المعتقد في بلاد مثل العراق لربما هي خلطة صعبة وتحتاج إلى إدارة من نوع مختلف كيف تقيمون الحريات في عراق اليوم؟ الشعب العراقي الآن يتمتعوا بالحرية بشكل أكبر بكثير اليوم مما كان عليه مع صدام حسين أو قبل صدام حسين مستوى الحرية الآن حرية التعبير عبر الصحف والتلفزيون والراديو فريدة من نوعها في هذا الجزء من العالم ويجدر أن يحافظ العراقيون على هذه الحريات أما الأقليات فعليها أيضاً أن تستفيد من حرية التعبير بطريقة قانونية لتفهم مشاكلها للحكومة العراقية حتى الأسبوع الماضي كان هناك قمة من أجل الديمقراطية التي تمت دعية فيها العراق وإسرائيل فقط من منطقة الشرق الأوسط والعراق البلد العربي الوحيد الذي كان مشاركاً لعل هذا أيضاً يعكس صورة مما تقوله سعد تسفير أريد أن أسأل هنا عن السياسة الأمريكية كيف تتابعون سياسة واشنطن حيال بغداد في هذا الوقت أعتقد أن الإدارة تتخذ موقفاً جاداً فيما يتعلق بالعراق وتقلق حيال التأثير الإيراني والنفوذ الإيراني ليس فقط في العراق ولكن أيضاً في سوريا وفي بيروت الحكومة الإيرانية الجديدة تعتمد موقفاً متشدداً إلى حد كبير وأقول ربما منظوراً فارسياً للمنطقة والناس في العراق يدركون أن فارس القديمة عندما كانت إمبراطورية كانت تسيطر على المنطقة برمتها من نهر الهندوس في باكستان حتى البحر الأبيض المتوسط وهذا هو حلم الدولة أو القادة الإيرانيين اليوم وهو أمر لا تريده الحكومة الأمريكية ولا تريده غالبية الشعب العراقي وهنا يمكننا أن نعمل سوية خاصة على مستوى تشاطر المعلومات الاستخباراتية وعلى التدريب في مواجهة الإرهاب نتائج الاتخابات الأخيرة كيف تقرأها ساعة السفير نعم أنا لا أتكلم عن الأحزاب السياسية المختلفة ولكن هنا أشاطر موقف السفير كروكر نسبة المشاركة محبطة بالعودة إلى نقطة أخرى حول المنطقة بشكل عام أشرت إلى أن إسرائيل والعراق فقط دعيتا إلى قمة الديمقراطية هذا الأسبوع للمرة الأولى في التاريخ مسؤول إسرائيلي كبير زار الإمارات العربية المتحدة وهذا طبعا يأتي بعد اتفاقات إبراهيم التي سميت اتفاقات إبراهيم على الأقل في أمريكا وبالتالي المنطقة الآن تتوجه في اتجاه إيجابي باستثناء إيران وتصرفها السيء وهنا يمكن لأمريكا والعراق أن تعمل على المسائل العراقية الداخلية ولكن الإقليمية أيضا ساعة السفير سؤالي الأخير التقينا أنا وأنت في مقابلة في الذكرى العاشرة لحرب العراق عام 2013 واليوم أسأل نفس السؤال لو عادت بكم السنوات إلى عامكم في العراق ما هو القرار الذي يمكن تغيره إذا عرفتم ما تعرفونه اليوم ربما أعطيك الجواب نفسه لست أتذكر بالتفصيل ولكنني أخطأت في تطبيق قانون اشتثاث البعثية هو قرار كان لديه شعبية كبيرة من بين كل القرارات التي اتخذناها ولكنني أخطأت عندما أعطيت التطبيق أو تركت التطبيق لبعض المسؤولين العراقيين بدل من أن أعطيه إلى القضاة في العراق لعدم تسييس القرار هذه نفس الإجابة سعدت السفير لكم قبل في الذكرى العاشرة لحرب العراق أشكرك جزيل أشكر السفير بول برامر على هذه المشاركة وأنت الرئيس سابق لسلطة الاتلاف المؤقتة في العراق شكرا جزيلا لك بالتزامن مع إنهاء المهم القتالية للقوات الأمريكية تتفاقم مخاوف ممثلي الأقليات من تزايد خطر تنظيم داعش والفصائل المسلحة في العراق داعين الحكومة العراقية إلى بسط سيطرتها ونفوذه على البلاد الولايات التحدة دور كبير في رفع القيود وإعطاء الحرية لشعب العراقي بعد تغيير النظام الذي تم سنة 2003 لكن في نفس الوقت الكل يعلم أن الشعب العراقي كان يطمح دائما إلى مفهوم الديمقراطية والحرية فهل سيتأثر بعد خروج القوات القتالية أنا أتصور أن العراق توضع على المسار الصحيح وهو مسار الديمقراطية وهناك انتخابات وهناك إرادة حرة لدى الشعب العراقي أن يقرر بعد مصيرة هناك قرارات مهمة داخل مجلس النواب بحاجة إلى عدد وزخم من كتل إضافية للكتلة أو للحزب الفلاني وبهذه الحالة أضاع على كتل الكوتة وتحولت إلى مجرد لسان ناطق باسم الأحزاب الكبيرة خارطة الطريق الذي نعيشه هي دينية هو نظام ديني أكثر مما هو نظام ديمقراطي بالعراق اسميا الدولة تقول نظام ديمقراطي بس في كل مشكلة يصادفها العراق نرجع إلى الشيوخ نرجع إلى السادة إلى الآئمة إلى رجال الدين بالنتيجة هل عندنا رجال أحزاب ديمقراطية فعلية؟ نحن نحتاج أن نعطل ناس أو نحتاج ناس فعلا يفهمون معنى الديمقراطية بعد الفاصل نرحب بضيوفنا الكرام من المكونات العراقية المختلفة والحديث مستمر حول قلق بعض تلك الأقليات من انهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق أهلا بكم متابع حلقة اليوم من برنامج بالعراقي قلق كبير يراود بعض المكونات والأقليات الدينية والعرقية في العراق مع انهاء المهام القتالية الأمريكية في العراق معتقدين أن مستقبلا مبهما ينتظرهم بعد أن تعرضوا إلى العديد من الهجمات والتهديدات في البلاد منذ عام 2003 انتهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في البلاد ومخاوف من ظهور وتوسيع دائرة الجماعات المتطرفة مرة أخرى كتنظيم داعش في وقت ما زالت آلاف العوائل الأيزدية تعيش في المخيمات وتنتظر مستقبلا مبهما مع استمرار وزيادة وتيرة الهجرة باتجاه الدول الأوروبية في الآوينة الأخيرة الخوف أنه لا توجد إدارة قوية في البلاد لا توجد سلطة قوية على كل المناطق وخاصة غالبية مناطق الأيزدية الآن غير مستقرة إداريا في سنجار خاصة وكان هناك أمل أن بقاء الأمريكان ممكن أن يكون عمد ورقة الضغط على الحكومة العراقية لكي تهتم بالأقليات لكي تهتم بمناطق الأقليات وخاصة في سهل لينة وسنجار بعد عام 2003 أشرت الأرقام إلى وجود 550 ألف إيزدين في العراق إلا أن نحو 150 ألف منهم هاجر في السنوات 2014 و2017 ولم يختلف وضع المسيحيين كثيرا فقد أشارت بيانات نشرتها مؤخرا مفوضية حقوق الإنسان إلى أن 250 ألف مسيحيين هاجر إلى خارج العراق من مجموع مليون ونصف المليون كانوا يسكنون مناطق مختلفة من البلاد منذ 2003 بدأت الهجرة لكن في 2014 خاصة مناطق السنين وقضاء حمدانية وقرقوش وكريم ليس وبعشيقة وناحي البرطلة ورأة 2014 ويناس لحد هذه الساعة أنا أقول لك أكو بشكل يومي بين 3-4 أوايل تهاجر من العراق وتشير الأرقام إلى نزوح نحو 130 ألف مسيحيين من مناطقهم بعد عام 2003 فضلا عن تدمير عدد كبير من كنائسهم يأتي ذلك في ظل تعارض مكونات أخرى في البلاد إلى عمليات قتل وتهجير كالصاب المندئيين والذين لم يتبق منهم إلا نحو 10 ألاف مندئيين بعد أن كانوا يشكلون 70 ألف شخص حتى عام 2003 لبرنامج بالعراقي عبد الحميز زيباري الحرة للحديث أكثر يشاركنا الحوار من بيروت رئيس ديانة الصابعة المندئيين في العراق والعالم الرئيس أما الشيخ ستار جبار حلو ومن أربيل رئيس أساقفة أربيل للكلدان سيادة المطران بشار متي وردة ومن بيروت مستشار المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى السيد فارس كتي ضيوفي الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج بالعراقي ومساكم الله بالخير أبدأ معك شيخ ستار حلو أهلا وسهلا بك هذه أول مرة تشاركنا في البرنامج أريد أن أسأل كيف تصف أوضاع الصابعة المندئيين في عراق اليوم بسم الحي العظيم بداية شكرا لك أستاذ ولضيوفك الكرام وللمشاهدين العزاء حقيقة يشكل العراق ومنذ القدم حاضنة رئيسية وأساسية إلى مكونات دينية ومذهبية وقومية أسهمت في بناء حضارة كبيرة اسمها حضارة وادي الرافدين وأسست حضارة العراق ولا زالت تقدم الغالي والنفيس في سبيل رفع اسم العراق عاليا حقيقة المكون الصابي أو هي المفهوم حسب مفهوم الأمم المتحدة للأقليات مفهوم الأقليات الدينية في العراق هو معروف أن هذه الأقليات عانت ما عانت قبل عام 2003 وبعد عام 2003 بعد أن كنا نعتقد بأن التغيير سيجلب لنا ولكل العراقيين الخير والازدهار والسلام وأن يكون بلدنا بمصاف الدول المتقدمة ولكن مع الأسف الشديد لم نحصد ولم يحصد كل العراقيين وليس فقط الأقليات الدينية ولم يحصد كل العراقيين أي ثمار ملموسة على الواقع بل بالعكس هناك قتل وتهجير ودمار في البنى التحتية لبلدنا الحبيب العراق وهذا ما يؤلمنا حقيقة الوضع المكونات الدينية العراقية أو الأقليات الدينية العراقية هي أساس كونها جذر التوحيد وجذر الحضارة وهي الأول وكما يصفنا البعض ملح الأرض ولكن في الحقيقة نحن مغيبون بشكل كبير في صنع القرار السياسي ومغيبون في كثير من الأمور التي تهم الدولة نعم أستأذنك شيخ ستار عذرا للمقاطعة نريد أيضا نحكي نحكي أيضا على موضوع الثقافة يمكن العامة وعدم موضوع حتى الرؤية على بعض الأقليات بضمنها طبعا الصابع المندعين في العراق وهذا شيء موسف سيادة المطران بشار وردة أهلا وسهلا بك في بالعراقي لماذا عفوا تتخوف بعض المكونات الدينية والعرقية في العراق من تغيير المهام القتالية الأمريكية إلى استشارية تدريبية شكرا جزيلا لسؤالك بس أحب أوضح فالنقطة كل شيء مهمة وجود القوات الأمريكية بمهامها القتالية ما هو موجود لحماية المكونات لازم لا نربط بين مغادرة القوات الأمريكية القتالية المنطقة أو العراق وموضوع القلق القلق الموجود ليس بغياب هذه القوات لأن أي دولة لها السيادة أكيد تحترم سيادتها سيادة البلد أكيد دائما تبحث عن قوات دفاعية للبلد يعني الجيش والشرطة وبكل مكوناتها هذا كل شيء مهم القلق هو أنه إحنا كمكونات عانينا منذ 2003 أنه كنا إما أهداف مباشرة للإرهاب أو ضحايا جانبية للصراعات السياسية التي ظهرت منذ 2003 وأكيد في 2014 يعني كل هذه الصراعات الطائفية والفساد كل المشاكل التي أشعرتم إليها بشكل واضح وصريح أدت إلى ظهور جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش والتي أيضا هاجمت وأثرت بشكل واضح على حضور كل المكونات كل المكونات يعني حتى إن كانوا اليزيدية وإن كانوا الصابية وإن كانوا المسيحيين لكن حتى أيضا المكون السني وأيضا الشيعة والكرد الكل تأذى يعني وأصيب بالضرر من خلال بسبب تواجد هذه نسميها الجماعات المتطرفة فالقلق هو أنه في خضام هذا الصراع السياسي الفساد خوفنا أنه أيضا لا تكون الدولة قادرة على بسط سيادتها وحقيقة حماية مو فقط المكونات لكن حماية كل البلد لأن التجربة التي عشتها في 2014 وما قبل بيّنت أن الظروف السياسية التي كانت موجودة أدت إلى وصول مثل هذه الجماعات المسلحة وحصل ما حصل فهنا هو الخوف فما لازم نربط ما بين أن هذه القوات موجودة لحماية المكونات أبدا هذه القوات جاءت بطلبة من الحكومة العراقية وأيضا تغادر بعد تقييم كل الأوضاع سيادة المطران هو الخوف من عودة بعض المخاوف التي سنسمع جزء منها يمكن أن أسمعنا أيضا جزء منها المخاوف من عودة التطرف في بعض المناطق والبعض يقول بأن هذه القوات كانت تسهم في خلق نوع من التوازن وأكو سلاح منفلت وأكو أيضا تواجد لداعش في بعض المناطق أشكرك للتوضيح وأشكرك لجهة نظرك سيادة المطران خليني أسمع أيضا من سيد فارس سيد فارس كتري أهلا وسهلا بك مرة أخرى في برنامج بالعراقي ماذا عنكم كممثلين للديانة الأيزيدية هل من تخوف على أو من المرحلة المقبلة ولماذا مساء الخير أستاذ الكريم عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى جميع المشاهدين بالحقيقة أنا من وجهة نظري ليس هناك ترابط مع وجود أو انسحاب القوات الأجنبية أو القوات الأمريكية من العراق وشعور الأقليات أو المكونات العراقية بالأمان أو شعورهم بالقلق لأنه إذا رجعنا إلى سبب مجيء هذه القوات إلى العراق أعتقد أنهم لم يأتوا إلى العراق لحماية الأقليات الدينية أو لاتفاع عن الأقليات الدينية أو لجعلهم يتمتعون بحقوق أكبر في العراق هم أتوا بمهمة معينة واتفقوا مع جهات معينة للمجيء لم يكن للأقليات قرار أو لم يكنوا ضمن سانعي القرار في مجيء هذه القوات وليس للأقليات مشاركة في قرار مغادرتهم أيضا وهناك تجارب حقيقة في 2004 في 14 أغسطس حدثت انفجارين في قرى أيزيدية من قبل تنظيم القاعدة وحينها القوات الأمريكية كانت موجودة في العراق ولم يستفاد منها الأيزيدين في الدفاع عنهم أو منع هذه الانفجارات حيث راح ضحيتها قرابة 500 شهيد وأكثر من ألف جريح وفي 2014 أيضا عندما حدث الإبادة الأيزيدية القوات الأمريكية كانت موجودة في قواعد الخليج وفي قواعد تركيا وفي القواعد داخل العراق أيضا وكانت هناك نداءات استغاثة متواصلة معهم بخصوص إجلاء المحصورين في الجبل أو في قرية كوتشو الذي بعد 13 يوم من الأسر في القرية تم قتل قرابة 500 شخص أو أكثر إلى 600 شخص داخل القرية من قبل تنظيم داعش وخطف بقية مواطنية القرية أعتقد هذه المسائل هي سياسية مرتبتة مع جهات سياسية وليس للأقليات الرأي في سواء مجيئهم أو انسحابهم طيب شيخ ستار أيضا أسمع من حضرتك قلت أنه يعني بعد التغيير وبعد الديمقراطية كان هناك أمل في أن تأخذ هذه المكونات حقها في العراق كيف تنظرون إلى تمثيل الأقليات في العملية السياسية والمشهد السياسي في العراق وأين تكمن المشكلة من وجهة نظركم حقيقة الدستور ذكر البكونات الدينية العراقية وبالإسم وانطهى بعض الحقوق ولكن كل التشريع يقال وينظم ذلك بقانون ولم ينظم أي شيء بقانون بل بالعكس صدرت بعض التشريعات من مجلس النواب العراقي المادة 26 سيئة السيت أسلمت القاصرين وحقيقة آذتنا بشكل كبير وكانت عامل مساهم في الهجرة بالإضافة إلى عدم مشاركة الأقليات الدينية في صنع القرار نحن ليس لدينا أي مدير عام إلا قبل شهرين أي مدير عام في الدولة العراقية لا برتمة وزير ولا برتمة وكيل وزير ولا برتمة مدير عام إلا قبل شهرين أصبح لدينا مدير عام بعد أن كان وكالة هذا أمر يحز بالنفس لدى الصابعة والمكونات الدينية الأخرى من العلماء ومن الأدباء ومن الفكريين ومن الأساتذة الشيء الكبير نحن لا نريد أن نقول أنه شيء من محاصصة الخطأ الكبير الذي وقع أنه على أساس اعتبار العراق هو مجموعة من المكونات الدينية والمذهبية والقومية والإثنية وتقسيم العراق سياسيا على أساس هذه المكونات هذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه سياسي العراق وأصبح لعبة بيد السياسيين نعم وأصبح لعبة بيد السياسيين حيث أصبح مرتعا للفساد ومرتعا لكثير من الأمور التي أدت ما أدت نعم بدل من بناء دولة المواطنة دولة الرجل المناسب في المكان المناسب هذا من جانب من جانب آخر على الحكومة التنفيذية والحكومة التشريعية أن تساهم في إصدار التشريعات التي تنعش هذه الأقليات وتدين وجودها وديمومتها بدل من إصدار التشريعات التي تسرع في إخراجها أنا أثني على ما تفضل به أخوتي حول وجود القوات التحالف أو القوات الأمريكية لحماية الأقليات حقيقة هذا ليس له حقيقة وجود القوات التحالف أو القوات الأمريكية جاءت بطلب من الحكومة ومن بعض الأشخاص لتغيير شيء وهذا ما حدث ولم يكن لها بل بالعكس الأقليات الدينية ازدادت هجرتها وازدادت من قتل وخطف وكثير من الأمور وكما تفضل أخي الأيزيدي وأخي المطران بهذه الأمور وما حدث من انتهاكات كبيرة وكثيرة اليوم أو غدا ستنتهي دور القوات التحالف علينا أن نعتمد على أنفسنا أن نصنع السلام بأنفسنا كعراقيين لا أن نعتمد على هذا وذاك اليوم وغدا سينتهي داعش ولكن ما بعد داعش ما خلفه داعش من أفكار في المنابر في المناهج في الخطابات في خطابات الكراهية هذه علينا أن تنتبه إليها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مكافحتها مستقبلا أستأذنكم ضيوفي الكرام لدينا فاصل قصير وبعد الفاصل الحديث مستمر حول مخاوف الأقليات العراقية من تكرار أحداث عام 2014 مع استمرار وجود عناصر داعش وانفلات السلاح الذي يهدد السلم المجتمعي في العراق أهلا بكم مرة أخرى متابعة حلقة اليوم من برنامج بالعراق نعود لمواصلة الحديث مع ضيوفنا الكرام معنا من بيروت رئيس ديانة الصابعة المندائيين في العراق والعالم الرئيش أماشيخ ستار جبار حلو ومن أربيل رئيس أساقفة أربيل للكلدان سيادة المطران بشار متي وردة ومن بيروت مستشار المجلس الرحاني الأيزيدي الأعلى السيد فارس كتي أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ضيوفي الكرام سيادة المطران سؤالي كان قبل الفاصل كيف ترون التمثيل السياسي للأقليات وأين تكمن المشكلة هل تكمن في الممثل عن الأقلية المعينة أم في التركيبة كلها تفضل العملية السياسية يصالها 18 سنة حقيقة يعني ما هو ذاك التاريخ الطويل وحقيقة جاءت بعد فترة يعني من حكم ذو طابع معين فأشوفها من الطبيعي جدا أنه تمر خاصة نحن نعيش في وسط بيئة إقليمية مليئة بالصراعات وكثير من الأمور أثرت عليها ووصلنا ما وصلنا إليه في 2014 وبعض المتغيرات لكن تشوف أنه هناك نفس في التغيير يعني حتى الخطاب السياسي لكل الأحزاب لكل الأحزاب اللي كانت الأحزاب الكبيرة الحاكمة هناك نفس سياسي آخر خطاب آخر هذا يدعو إلى التفائل طبعا نحن نحب التغيير الآن وبأسرع وقت ممكن خاصة في ظل غياب الخدمات انعدام الأمن يعني ضبابية العملية السياسية ومستقبلها هذه كلها مخاوف حقيقية مو فقط للمكونات لكن لكل الشعب لكن هناك تغيير يعني الانتخابات الأخيرة صحيح نسبة المشاركة كانت قليلة بسبب يعني شوه يأس أنه هل سيكون هناك تغيير أم لا يعني هناك عزوف صحيح لكن هذا التغيير الذي حصل وصول بعض المستقلين أيضا تغيير بالوجوه يبعث بالأمن وانا واثق أنه لو صار هناك استثمار حقيقي في هذا التغيير الذي حصل ومواصلة الدعم سنرى نسبة مشاركة أكثر بالانتخابات القادمة حصل تغيير في الانتخابات الأخيرة وهذا مبعث تفاؤل بس يعني أنا أشوف ماكو هناك طريق آخر ماكو آخر طريق آخر اللي تعلم الديمقراطية ديمقراطية ثقافة ثقافة تحتاج إلى سنوات وحاليا نحن نعاني من أزمة كبيرة من تطرف يعني أخطر من تطرف داعش اللي هو الفساد الفساد الذي ينخر بكل مفاصل الدولة واللي ينهي مستقبل يعني كثير من الشباب ينظر وين يكون هناك مستقبل في ظل هذا الفساد البطالة المتزايدة فأنا أشوف حاليا أن هناك تغيير يجب أن يكون هناك استثمار وحتى تمثيل الأقليات راح أتصور يكون هناك وجه آخر مع تقدم السنوات التعلم على ممارسة جيل جديد أيضا سيادة المطران جيل جديد من الناخبين أيضا يعني العراقي يشهد مثل مثل أي دولة جيل جديد جيل جديد طيب سيد فارس جيل جديد من الناخبين جيل جديد من النواب وحتى أيضا النواب أيضا يتعلمون العملية السياسية نحن أهمنا لازم نكون صبورين في هذا المجال وصلت الفكرة سيادة المطران سيد فارس أريد أسأل تصريحات للسفير الأمريكي ببغداد قال بأن الولايات المتحدة قدمت منذ عام 2014 أكثر من ثلاثة مليارات دولار مساعدات إنسانية يعني العراقيين النازحين تحديدا في العراق اليوم كيف تنظرون إلى هذه المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة تحديدا للمكون الأيزيدي وشنو المشكلة اللي باقية اليوم ومن حلت وما تحلها يمكن بس هاي الفلوس إذا تسمح لي حضرتك صراحة قبل الإجابة على هذا السؤال أتفضل أريد أن أتكلم قليلا عن سؤالك السابق بخصوص المشاركة السياسية للأقليات تتفضل وأنا ممنون حقيقة المطاطية الموجودة في التشريعات وفي الدستور العراقي تتيح المجال الانتقائية في تفسير المواد الدستورية أو في هذه القوانين أخي الكريم هناك إقرار أو قانون بأن قرارات المحكمة الاتحادية هي ملزمة وهناك حصلنا كأيزيديين على قرار من المحكمة الاتحادية بأن المكون الأيزيدي يستحق خمسة مقاعد كوتا في البرلمان العراقي ولكن للأسف الشديد لا يتم الاعتراب بهذا القانون أو التصويت عليه في مجلس النواب لكي يحصل الأيزيديون على تمثيل حقيقي في البرلمان حيث يقتصر تمثيلهم على مقاعد كوتا يتيم واحد أما من ناحية التنفيذية لا يوجد لدينا أي درجة خاصة في الحكومة العراقية يقتصر المشاركة على أما مدير عام للأوقاف الأيزيديين أعتقد لو كان ذلك ممكنا لوضع شخص آخر غير أي زيدي مدير عاما لأوقاف الأيزيديين أيضا هناك مشاركة قليلة جدا للأيزيديين في مراكز صنع القرار وفي مراكز التنفيذية والتشريعية وأعتقد أن ذلك يرجع إلى الانتقائية في تنفيذ بنود الدستور والقوانين والتشريعات حتى أرجع شخص التار أما بخصوص سؤالك سيد الكريم شكرا نعم حقيقة مهما نقول الواقع هو ما يتكلم أفضل من عنا يعني إذا حضرتك غدا تزور سنجار ستجد أن 80% من البنية التحتية لهذه المدينة لا تزال مدمرة بعد أن دمرتها داعش في 2014 ونحن الآن في 2021 وسندخل إلى 2022 قرابة 60 إلى 70% من الأيزيديين لا يزالون في مخيمات النزوح والهجرة لا تزال مستمرة فأنا أعتقد لو كانت هناك تنفيذ فعلي لمشاريع استراتيجية وإعادة البنية التحتية وصرف هكذا أموال على دعم النازحين للعودة إلى مناطقهم لشاهدنا ذلك على أرض الواقع وشاهدنا تحسن في الوضع المعيشي للأقليات أنا قد تكون هناك برامج ولكن أعتقد أنها برامج إغاثية في المخيمات وما شاكل ذلك وليست برامج لأهداف استراتيجية شيخ ستار أريد أن أسأل نقطة مهمة وذكرتها أيضا في لقاء سابق بارتريارك لويس ساكو وهي مسألة الثقافة العامة والمناهج وهذا تحدي من التحديات التي يعاني منها العراق ويجب العمل عليها وين وشلون المفروض نبدي نعالج مشكلة ستريد تقول عليها صورة نمطية ثقافة خاطئة عنصرية طائفية شون تتوصفها شلون نعالجها على مستوى مجتمع حقيقة هذا موضوع جدا مهم وهو عدم معرفة الآخر عدم معرفة دين الآخر لقلة الوعي وقلة الثقافة أولا ولعدم وجود شيء من دين أو ثقافة المسيحي الصابقي الأيزيدي المكونات الدينية الأخرى في المناهج التربوية يجب أن يكون هناك شيء عن ديانة الآخرين بدلا أن نتهم بعبادة الكواكب أو عن أخوانا المسيحيين بعبادة الثالوث أو عن أخوانا الأيزيدي بعبادة الشيطان وغيرها من التهم فمسألة نشر الوعي الشعبي والمعرفي والتثقيف عبر أجهزة الإعلام بمبدأ حقوق الأقليات ومبدأ قبول الآخر كما هو المعروف أن المبدأ الأساسي في العلاقات هو مبدأ القبول الاعتراف هل نحتاج قوانين في هذا الباب؟ أن أخذت أحد هذه الأطراف فلن تكون هناك ديمقراطية حقيقية شيخ ستار هل نحتاج قوانين وتشريعات في هذا الباب؟ الدمقراطية الحقيقية هو أن تأخذ المكونات الأقل عددا حقوقها نعم تحتاج إلى تشريعات جديدة لكي تنموا هذه الأقليات الدينية وتزدهر بدل من أن تغادر خارج العراق الاقتصاديين التجار الأطباء العلماء ليس من الأقليات وإنما كل كونات الشعب العراقي غادرت لعدم وجود فرص عمل شبابنا جميعا عاطلون كما تفضل أحد أخوتي بأن الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقية هو أخطر من داعش يجب أن تسني القوانين لمحاربة الفساد الذي ينخر جسد الدولة كثير من التشريعات يجب أن تشرع لأجل بناء صحيح لبلد الحبيب العراق ومنها المكونات الدينية ساعة المطران نقطة الاهتمام بالتثقيف مع الآخر مو ضد الآخر نحتاجها بالعراق وشلون المفروض ننفذها وين المفروض تبدي تبدي بالمدرسة هذا هو المكان الأمثل لأنه الطالب يقضي وقت طويل في المدارس التعليم جانب جدا مهم لكن عندنا مشكلة أنه عزوف أو هروب الأطفال أو هروب الطلاب عن التعليم عندنا مشكلة حقيقية يعني الأرقام مخيفة في هذا المجال الاهتمام الدولة بالتربية والتعليم هذا في شيء أساسي نحن نريد أن نربي ثقافة التعايش وليس التسامح كلمة التسامح جدا مرفوضة لأنه أنا لم أفعل شيء غلط أطلب من الآخر أن يسامحني التسامح ما مقبول يعني التعايش هذا كلمة أكثر حضارية قبول الآخر كلمة أكثر حضارية بس هذه هي تربية وتثقيف أنا يعني في زيارة قداسة البابا في آذار الماضي يعني كانت فت حملة إعلامية توعية يعني كل القنوات العراقية المحلية كانت تبحث عن لقاءات وبدأت تنشئ تقارير وتعرص عن تاريخ المسيحي حقيقة كانت زيارة يعني عرفت كثير من العراقيين عن وجود المسيحيين التاريخي وإلى جامعة بقى الاهتمام من خلصة الزيارة سياسة المطران يعني بعد الزيارة أنا يهمني ما قبل الزيارة شنو اللي حصل هو التثقيف من أقصى الشمال للجنوب أنه الجميع بدأ يعرف عن المكونات الشعب العراقي يعني إن كانت الصابية وإن كانت الإزيدية وإن كانت المسيحية وحتى اليهودية عن المعابد عن المزارات عن الأديراء كانت حملة تثقيفية جدا جدا مهمة وحب ذا أكيد لو الحكومة تتبنى أيضا مناهج يكتبها عراقيين يعني هذا مهم جدا أنه ما يجينا كتاب مستورد من الخارج مثل ما حصل في واحدة من التجارب أنه يكتب أيضا كتاب الديانات في العراق في خارج العراق ويترجم وتعالوا درسوا لا لا هناك خبراء وخصائيين عراقيين يقدرون أن يكتبون بحس عالي ووطني أيضا عن المكونات وعن الديانات الموجودة في بلاد ما بين النهرية في بلاد رافدين بس هذا يصير عن طريق المدرسة وأي كده تساهم الإعلام وحب ذا لو حقيقة مثل ما عذرني أريد أسمع أيضا رئيس سيد فارس قبل أن تقلص الحلقة سيد فارس الأيزيديين تعرضوا الكثير مو بس القمع الكثير من عدم الفهم عبر مراحل متعددة في العراق المفروض شنو اللي يصير حتى تصلح هذه الصورة ونعيش بسلام بالبلد سيد الكريم أعتقد أننا نعاني من موروث سلبي متراكم لعقود من الزمن موروث مليء بالصور النمطية الخاطئة والأفكار الخاطئة والأفكار التطرفية التي تدعو إلى التشتت وإقصاء الآخر أعتقد هناك عدة مجالات يجب العمل عليها نحن الآن نعيش مع جيل يحمل هذه الأفكار كون هذه الأفكار وليدة عقود مضت فعلينا أن يتم توظيف الإعلام في تعزيز مفاهيم التعايش وقبول الآخر ومشاكل ذلك المناهج الدراسية وضع مناهج دراسية جديدة لتربية الجيال القادمة على مفاهيم التعايش وتقبل الآخر وأعتقد أن المجتمع المدني أيضا عليه أن يلعب دورا أو في توعية القيادات الدينية والمجتمعية في تعزيز هذه المفاهيم هذه الأمور جميعها معا ممكن وأعتقد أن الجانب الحكومي أيضا عليه مراقبة المنابر والتحديد عناوين أو مواضيع الخطوة شيخ ستار ما بقى عندي أقل من نص دقيقة أريد أسمع وجهة نظرك شيخ ستار أهل أنتم متفاعلون لمستقبل الأقليات في العراق والمكونات العراقية بالتأكيد هذا وطننا الحبيب العراق عشنا فيه آلاف السنين وسنبقى آلاف السنين ولكن على الدولة العراقية أن تنظر إلى هذه المكونات وعلى سلطة تشريعية أن تنظر إلى هذه المكونات وإعطائها حقوقها المطلوبة والتاريخية لها شكرا لك شيخ ستار وعذرني للمقاطعة أشكركم بيو في الكرام من بيروت رئيس ديانة أصابع المندائيين في العراق والعالم شيخ ستار جبار حلو ومن أربيل رئيس أساقفة أربيل للكلدان سيارة المطران بشار متي وردة ومن بيروت مستشار المجلس الروحاني الأيزيدي الأعلى سيد فارس كتي عليكم وعلى كل العراقيين نتمنى عام سعيد موسم العياد داخل العنية كل عام والعراق والعراقين بألف خير نلتقيكم إن شاء الله يوم غد وحلقة جديدة برنامجكم بالعراقي لا تنسوا أن تتابعونا على وسائل التواصل في أمان الله اشتركوا في القناة